اشتركوا في القناة احقق انجازات خضم الموضوع مؤخرا خرج تصريح ينادي فيه المغاربة وكذلك وزير الصحة على الوضع الصحي بعد مدة تلقي اتصال من عند العائلة دياله اول ظهور الاخ دياله التوأم وكذلك الام دياله وبيلحاح منهم انهم يجريوا معايا حوار ويعطيهم معطايات للرأي لعام تبعوا معايا ده بنتا خوك وبيكولي تبع لي يلا تفضل وصرد معايا القيصة من الول كيفاش العلاقة ديالك بالاخ ديالك واني تزدو وحنا حتى نجول الاشكالات للطرحات مؤخرة لتبع الرأي لعام الحمد لله العلاقة ديالي مع الاخ ديالي يعني شو نقول لك تقريبا دي ادي مدة ما كنما كنكسر حباه وما بقاتش ايها ديالك ولكن اللي جينا نتكلمو على من قبل كانت العلاقة كاخ ما اخوه يعني عادي كيف اي اخ ما اخ كنلعبوه كنضحكوه كنتخاسموه عادي جدا غادي تبدأ معي القصة ديالك نتوية من الوقت اللي كتشفته شو كنك يدير كتشفه الموهبة دياله دعمته مش شاركه برنامج كبير في العالم العرابي وفي العالم يلاقي ده صحة التعبير وشنو اللي تتغييف الأمور يعني غادي تبدأ معي بها الطريقة العلاقة ديالك بالاخ ديالك مش في الصغار عطيتي عنا العلاقة ديالك بالاخ ديالك من الوقت اللي كان كيشتغل في حرفة عادية واحنا هابطين هو العلاقة ديالي أنا والاخ ديالي تقريبا ديالك تقريبا ديالك مدة يعني مني كان في أيام المرصع اللي كان عقل علينا قبل ما يمشي الـ X Factor كنت أنا ديكس متواجد في المملكة العربية السعودية كانت تشاغل اني حلق عادي حالي بحال الناس خويا كان بغي تقريبا كان كيدير واحد محاولات باش يمشي لعمل المجال في النيو ديالك شي فعلا تكلل لي ديالك شي بالنجاح يعني مني مشا يعني شارك في ديالك المشاركة ديال قبل ما يمشي بعدها كنظن انه كان هو ديالك ساعة كان يشغل من سيكوريتي مشا الـ X Factor الوقت اللي مشى الـ X Factor يعني ذلك إذا ما بغي كنقوله يحاول يوصل الهداف دياله اللي بغي يوصل له هو فعلا مشا تقريبان ونجح في ذلك شي اللي كان هو بغيه الوقت اللي كان وصل تقريبا النصف النهائي تصل بيالنفس ساعة قال لي الأخ ديالي وش ممكن تجيه فعلا توقف معي فعلا هذا أخوة من حقي أنني نوقف معها كأي أخ امتيني أنا طحت لي واحد فيه كلا في دماغي ذلك ساعة قلت ربما الأخ ديالي غي يشغل مصار دياله ما غاديش يبقى يقلس مع الوالدة تعرفوا الفنانين أغلبية ما كي يسافروا بزاف وذلك شي قلت خسني بخسني نعاون أخوة يفضر فيها لكي يزيد يشغل مصار دياله وفي نفس الوقت نجيه عند الأم ديالي ربما غاديش تبقى بوحدة بحكم الدرية كلهم مجوجين وذلك شي نجيه مقريب الأم ديالي ذو الأهداف اللي أنا كنت واصل لها يعني ماشيك طامع في خويا أو لا كنظر عادي كأي أخ بغي عاون خو الحمد للله أنا عندي ختمتي عندي حرفتي عندي يعني ذلك شي اللي كنشغل فيه الحمد للله غادي فيه مزيان يعني هنا انت جيتي من السعودية لمغرب هو التوفق نجح جيتي انتو وهنا بديتك تساعد الأخ ديالك صحيح؟ يعني عطيني العلاقة ديالك كيف بديتي معه كيف بديتي معه وكيف بديت العلاقة ديالك وكيف بديت العلاقة ديالك وكيف بديت العلاقة ديالك وكيف بديت العلاقة ديالك يعني كان عاون خويا وكيف بديت الحمد الأصدقاء العائلة يعني ذلك الظروف اللي كنقول خسنا نخولو لي باش يبقى عزوين بحال هكا خسنا نحضرو هالي هو كفنان فعلا جيت اللوقيت اللي جيه من X فاكتر كان هذه الساعات قريبا لدينا واحد العامين من 2013 كنضمت نصف 2015 هذه الفترة انا كنت كنعاول الاخ ديالي كمشي معه في الخارجات دياله انا اخدام كنحاول نوفقه باش غير يوصل الهدف دياله كنت كنخرج معه يعني ماشي كمناجر انا ما كندرج كمناجر كاخ الوقت اللي كان فعلا كانوا بغاو يعني تصلوا بي واحد الشركة وكانوا بغاو يحضنوه انا قلت هذه فرصة لان الناس اللي كيف يفهموا فالدومين غايكونوا حسن مني صحيح قلت من الاحسن نخلي الناس اللي تكلفو بي هم مصحب الاختصاص انا اللي عليا هو ندعي الخوية ونقول لي لي سهل عليك وخانا عندي طريقي وانت بغيتي ذلك الطريق انا ما عليا غيري ونقول لي لي سهل عليك فعلا تكلفو بي الشركة يعني ومشو معه في ذلك المصار دياله كيف بغاوه وإلا واحد اللحظة كانت واحد نقطة تحول هذه نقطة تحول هي الفطرة اللي كان غادي يمشي الماسر ثم نقول بدأوا المشاكل في النية ديالخوية من الماسر ونتجيت دريجيا يومين هذا نعم يعني هنا غادي نعطيك السؤال جو مني عليهم مختصر باش ندوز معك السؤال تالي المجال اللي كتتشتغل فيه أنا حاليا المجال ديالي كما كيعرفوا الناس كابنيني يعني مشي دي تقريبا مدي دي العشرين سانة معروف أنا حلاق إنسان عادي كنشاغل مع الناس يعني طبيعي متواضعين في أحياء شعبية الحمد لله قلت لي نقطة تحول هي مصر غادي تعطيني من مصر شنو اللي وقع ونشوفوا المستجد اللي كان موضوع الساعة عطيني من مصر شنو اللي وقع هو المستجدات دي الماسر ربما كما قلت هذه نقطة تحول الوقت اللي مشى الماسر كان أخذيالي ديك ساعة صورة دياله كتبان يعني مزيئان وذلك شيء نمشى الماسر احنا كنا متبعين وتقربان نبحان نبحان الناس يعني كنتبعوا ما كان عارفوش كيفاش كي شغلت ما ولكن الصورة اللي كي وصل لنا يعني احنا سوشي ميزا بأنه خدام زيان وعلاقة دياله مزيانة ولكن يمكنك تشفو أن المشاكل تقريبا بدات في مصر لوقت اللي كانوا هناك عقدين في آن واحد يعني كم سنة عقد مع شركة المصرية وكم سنة عقد مع شركة المغربية تم مبدأوا المشاكل في النيادي الأخ ديالي حتى الواحد الفترة ذو وزفات قريبا ما كان نضمن ربما واحد سنتين ولا كده جاء المغرب المغرب اللي وقيت اللي جاء فيها تم مغا نكتشفو نزيد ونكتشفو بعض المشاكل اللي ما كانت شواض حالي نحنا بزاف حتى جاء المغرب لني جاء المغرب كانت كورونا كورونا هاد الفترة اللي كانت فيها كورونا بيناتنا بزاف ديال الحقائق ما سيغاد عن جامع الناس كورونا كانت تقريبا حولي سنتين اه هذه المدة اللي جاء من مصر واعتقد كانت فاتش خرجة دياله حقا في الناس كنسية حقا ما كانوا الى المغربة ديالساعة ضرهم ذاك الكلام هذه غنمروا ومرور كرام المدة اللي جاء من مصر شنو دار كي ايجي عندكم ايجيش عندكم لا دارش اعمال والو وانتبع انتم ما اراجعين ما عارفين شو شنو تيدير هو فعلا لديك المودة اللي كان جاه هو هنا يا كنا يعني احنا عادي يعني بحل اخدي انا جاي بشي يرتاح لنا كورونا بحكم كورونا مكيش العامال ودكشي بزاف كنا ما مسؤولتك على قبل من كورونا كورونا جاتنا يلا عامين دعبة هو مصر امتى مشى لمصر هو مصر تقريبا مشى لف كنضن في الفين وسبعة عش انا ما عنديش تدقيق بزاف لنا بحكم خوية كنا غي كنت تبعو علىها في السوشي ميديا بحنا بحنا يعني من يجي كنت لامور عادية اخي قول لي اذا بك كورونا اللي قلت لي فيها شي حاجة تفضل كورونا هنا بدنا كنكتشفو التغيير كما قلت لي كورونا كتعطيكش حاجات ايجابية وشي حاجات سلبية يعني يقع الناس رعاشوا الوضع كدير بدنا كنكتشفو بعض الحقائق لما كانت شد نحنا كنحنا كنقولوا عايشين في واحد الخيال هذا الخيال وضح لي نحنا من نجا تقريبا انا كورونا ريحنا عرفنا لاخذينا بانه عنده مشاكل في الفين دياله عنده مشاكل في التصير والتدبير دياله انا اذاك شي بقى خويق فمشينيتي بقى خويق غير انا كملاحظة كملاحظة كنحاول اللاحظة بحالي بحال اي الناس يعني مني بدون المشاكل دياله وبدوا ذاك شي بدينا كنحسو بكينة شي حاجة مش طبيعية يعني درافية كورونا كانت مسألة ديال كتحسو بشي حاجة في الوسط الفني في الوسط الفني في الوسط الفني والوسط الفني والوسط العائلي يعني هناك كان مش واحد تشوبوها تقريبا في العلاقة دياله اللي غنتكلمو على مناجر كنا كنقولو مناجر احنا كمشيو على مناجر ولكن مدينة كنكتشفوش يحويز خارج عن نطاق المناجر وهذا مش راح لي هاد المناجر وخارج على ايطان المناجر لتفضل في الان احنا هاد الوقت اللي كان اريح معانا الاخ ديالنا كنكتشفو في لحظة بان العلاقة اللي كينا بينه وبين الزوجة دياله اللي كيقول ده با هو احنا اصلا ما عارفين اتادي يقولك واحد المدة ديال تقريبا ازيد من اربع سنوات احنا اصلا نعيشو مع هادي احنا في الطار كي يجي كان كتتعامل مع الام ديالي الاختي ديالي يعني عادي اخويا مع اخوتو الاخ ديالي مع امو ماشي كعلاقات مزوج بدك تسيدة بانها متزوجة باللقم يعني بغيت غولية هو تزوج ومخبركم ما مفرصناش انت عرفتون انت هو بلتزوج احنا تقريبا نقول تقريبا دي مدة سنة يعني في هذه الفترة هذه الاخيرة مني تقريبا قرر بمرض ثم تقريبا عرفنا بانهم مزوج يعني دي مدة ديال عام تقريبا هو الاصل انت جوج حال قبل هو مني جينا نكتشفو انا والعائلة ديالنا عرفنا بانهم مزوج تقريبا دي مدة ديال كنقولك ازيد من اربع سنوات يعني كيعيش كيعيش معنا الاناية العادي والغريب في الامر اللي انا والام ديالي والاخوة والعائلة اللي ضرهم في الخاطر وقدمها لنا كماناتجر رغم انها جاءت واحد الفترة في الفين وثلاثة دقات على الام ديالي سولاتها كما كتقول عن الليسان دياله انا ما كنتش حاضر كانت حاضر امو اختي كتقول بي انها هي كانت دقات على سولاتها قلت لا انا معجابة فقط بغلي بغيت نتذكر الناس انا ما تنضخص العلاقة ديالخوة فيها انا غين صحح المفاهيم المغلوطة اديك الفترة اللي كتتكلم عليها انك انت من يامات المرسل ام من يامات المرسل لا غلطتي انا كنقول لك من الفين وطنعش انت اكتي سيكريتي الافين واما اه 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 مهم اخ هادي ادمسال هدي دووزنا فهمنا ها ها هدي تناقش معي اين تك يا لان هو الصراحة الام انت غيريج عن الام اقول لان انا رأب جوج صح ادي الام باش احنا انا ما كنتش حاضر لاوي لكن انا بعدها بالخصص بحكم القرابة ديالحنا توام وذلك شي كان دائما عندي احساس وكن ضمن الناس اللي كي شوفوا ذلك ايكونوا عارفين تلي كنتكلم عليها. انا ديما كنحس لانك كنت تبع دكشي اللي كيلوحو على المواقع التواصل الاجتماعي. رغم انني كنت انا مبلوكي لاخ ديالو واخوة ديالو حاليا كلهم مبلوكي اللي واتساب مبلوكي لهم الانستاغرام فيسبوك باش ما نتبعو فيسبوك باش ما نتبعوش الاخبار دي الاخ ديالنا فين غاذا. شو اللي مبلوكي? قلت واحد كلمة ربما في اسطوريات انا نزيد نأكد على العدرات ديالي. الى تكلمت على ذلك شركة تحت اسطوريات تكونوا على يقين ان انا كنت تكلم بالقلب ديالي. ما غاليش نحاول نستانع على الناس. واول مرة نخرج فضل ما يعني في منبر اعلامي. يعني كما كنقول دائما كنا حارسين على عدم الظهور في اي منبر اعلامي. مع احترام من جميع المنبر الاعلامية. ولكن هنا كنا كنا نختاروا. ما كنا نختاروا. كنا كنا نفضلوا. ان الاخ يوسف. يحاول يوصل لنا واحد حقيقة المرة. اللي الناس ما كانوش عارفينها. كانوا الناس عارفين الناس اللي عايشين معانا قراب. هم اللي كعارفوا هاد الحقائق. ميبغينا نوصلوا الناس حيث اه كنظن ان اه افتارة ولينا بلكدوا بزاف. دب انتك تهضر معايا ولكن رسائل الناس كتوضح عندهم الصورة. يبدي تقرر معايا شوية الصورة في الكلام. او 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 انا كنشكرك لو بضعتي فيي اتقاف الاحتيار. شكرا لك هذا كيبقى حقك انت. مرحبا. مزياد. يعدي تناقش معايا كسوعة الاخير. وهو هاد الخرجة. دي الاخ ديالك اللي يتكلم هو مريض يعاني. مرحبا وجيه نداء الوزير الصحة. شنو درتونتو ما مشيتو اللي عندو وزرتو شفتو شنو اللي يوقع. وفعلا حاولنا يعني وخا كانت هاد المشاكل اللي كنتكلم علاه هو ما كانش مشاكل يعني كان هو اصلا ما عايش معنا هاد المدى. هاد المدى هو اللي كان عايش كان عايش مع النساب ديالو. ما عايش معنا احنا نهائيا. كان كي يجي تطلع لهم مرة مرة. غير واحد الفترة. ولكن الوقت اللي كان دل واحد العملية لك توقلتو على دي مدى ديال تقريبا واحد السبعة شهر ولا ثمان شهر. كان دل واحد العملية. دل في سيغانا. يعني ومن ثم الحالة ديالو بدت كتتدور. لان ذيك الفترة اللي كان هو غادي يمشي لها. باش يدير ذيك العملية. كان خاصه يتعالج. هو ذاك ذاك الوقت اللي كان خاصه يتعالج وكان خاصه الراحة النفسية والغدائية. يعني بما غير نوصفش لك ذاك الشي. ذاك الفترة كان هو كي يشتغل خارج ارض الوطن. رغم انني انا بعد مرة ما كان كي دوي معي اكون قولي ذاك الفترة را كان خاصة ترتاح. انا لاش كتكن تكلم على واحد النقطة كتكن شير لها وخانة بعيد علي ذاك غي خوية غي كتكن صح دائما على حسن يعني على سوء التسيير والتدبير العشوائي. ذاك الفترة فعلا كان خاصة وهو يرتاح مرتاحش. مؤخرا تكن تفاجأوا بالخروج بالخراجات اللي كان كيخرج هو مؤخرا بها. يعني جاتنا شي حاجرا. انا اصلا خوية بحكمة عنديش معاه الكونطاكت بزاف ومبلوكي وهذاك شي توصلت باغي من واحد الشخص على الطريق الاتيصال قال لي اواش هاتشي كتشوف خوكرة خرج 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 انا براسي انا كنت في الاسطالة ديك تساعة. شرح لي اش خرج واش كتكلم عن الخرج جاملي خرج قال انا مريد. انا مريد. ايه. ايه. في اعلان خرج قال انا مريد انا براسي ما كانش فراسي. الوقت اللي التحقنا واحنا براسنا ما عارفين اش تلبيت ديال نساب دياله. سوينا الناس وذاك شي مشينا. لقينا البيت دياله. طلع تنسول واحد السيد. قلت لي الله يجا ديك بالخير بغيت نعرف الوش كي تكون هنا. ورعني فين. كنضن انه وراك يشوف دابا ورا شاهد على الشي اللي تقول. يعني ان سمعنا على طريق الاعلام ومشينا قلبنا على البلاسة اللي كي نسكون فيها. طلعنا سوينا واحد سيد ما قلنا لي الله يجا ديك بالخير وش كينا هنا تدار. ورعنا البلاسة وقلنا في نص الوقت انا رأي الله خرج. فعلا تنسني شو مشيت انا واختي لانا الام ديلي ما اخبرنا عاش بحكم حالة صحية دياله. تنبغوش ننص الاولاد بحالة الاخبار. تنشوفوشنا واقع. فعلا مشينا بقينا كانت سنا وفي واحد اللحظة جال اخ ديالي. وقيت اللي يجا كانت تفاجئو بواحد راح اددت الفعل. ومني شافنا قال واحد الكلمة هي اللي زيت انا يتأترات فيها. قال خوتي جاو. مني قال ديك خوتي جاو. هي كان عندها واحد رد. شو اللي كان مع هوا ديك ساعم اللي كانوا جايين اللي طلعي للدار. اه كانت معها الزوجة دياله والام دي الزوجة دياله. كانوا مبجوج. الوقت اللي طلعوه مبجوج. كانوا واحد رد يعني ما كناش كانت توقعوه. احنا حس هذا مرض. ما ندخلوش الخلافات العائلية في المرضة معروف المرض والموت انسان كيخصي يكون شوي حنين. لقينا هذيك الكلمة اللي ديقالت. ملا ما خسناش نقولوها. ربما هي باش تحن الموضوع. بني بغينا بغينا نكملو معا سميتو. جينا عاود دقينا ما دخلوه بحالات ومحالة ما كنتشي حاجة. وما في كنتو. كنا جان تسنناو احنا. فين كانت تسنناو بالضبط. كنا كانت تسنناو في الدراج. ديك الوقت. اقرب معي الصورة باش الرأيها مستوى. كنا قلت سين في الدراج ديك الساعة من قلنا السيدراء خرجو. قلنا بلا ما نخرجو نتسنناو احنا اخو نتيجي. وفعلا بقينا كانت تسنناو احتاجك. وغي ديك رديت الفعل. ديل انك انت جي تقلب على اخوك. وتبع تقلب على اخوك. وتوصل اخوك باش توف ماله. ويدخلوه ويسدوه عليك الباب. اكونو على يقين اي عينة. اول مرة. ما عملنا اصلا دابا ما عملنا شو نحنا كديرا اصلا. غير غريف الامر اني مين دقيت. كانوا ناسو محلوش لي. فهمتيني كانوا ناسو فعلا محلوش لي. اللي وقع هو فاش لو قيتها فاش اخويا قلت لي يا الله انا اختي نشوفه مالك. كانت واحد الحالة ما اخسناش نقول لي وطلنا نصفوها الناس كديرا. كان الرف. شكون اخوك اللي قلت مش معكم شي اخوك خور? لا عندي اخويا محمد انا هو اللي توام. اغلبية عندنا الدريات. قلت نشوف انا مع اخويا محمد دابا قلت انه مدخلو سدو عليكم الضعن. هو مدخلو بقى هو كي تردد. بقى مع انا. واحد الفطراء بني كنقولولي احنا يلا الله معانا. ارفضو. لا لان انا ومالك ومالواحيدي اللي اللي مجوجين فيه. دخل عنده موها. لا هو مدخلش طافي ديك ساعة تحل باب. بني تحل باب. وقعدو كل مشاكيل. وفعني لحنا ما دوجنا نصدع على مشاكيل. غير لي انا اصدمت فيه. واختي بدات. انا مازان قبلو. عندي عادي كان بقى راجل. ولكن الاخت اللي متجوجة وعنده واحد الراجل. ومربي دي الاجيال دي العشرين سنة. يعني السادة خلت خدمتها مسكينة وجاي معايا. وكان لقى وهذا الرد الفعل اللي هي سلبية. كنا على واقع كنا على يقين. انا ما غادي قبلت شي واحد. فعلا جينا بدينا 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 بصدع. اخونا ما اخونا اخونا بديو شي غوتوا علينا. سيروا بحالاتكم. يعني رفضونا. رقيت اللي رفضونا. هذيك ساعة ما بغيناش نمشي وحنا لاننا تحنا من حقنا. هذك اخونا خصنا في ذاك الحالة اللي واصل لها و ذاك الفيديو اللي تقولك عتقوني. ومن عند النساب هم بدات. رقصنين عتقويا كيف ما بغا تكون ضارف. انا انا كان دي ماكل تمثلي هو العذر. ولكن تنادرك اخ. فعلا لك تكن دويب واحد شوية دي القصوحية رغب كتر داك شي اللي شفت. فمسيني. اللي وقع. اللي وقع اخويا تصلوا برجال الشرطة. هكو يغوتوا. احنا مغيناش نمشيو. تصلوا برجال الشرطة فعلا نجاو. اه طلعنا الجاة الصافات طلعنا انا اختيك. اذا هو اللي اه خلاني شي شوية. بل كلمة نقول لك بقيت شوية مريض منه. مشينا طلعنا الصافات. قلت اللي مشينا الدائرة. عادي تكلموا معنا بحكم رجال الشرطة. اي علاقة بحلقة. رغا دي بغيوا تصحوا المعلومة دي اي واحد. يعني اخليونا بخاطرنا. نحلو احنا مشاكلنا. وفي عنا ذاك شي اللي وقع. ذاك شي اللي وقع. مشينا. الغري في الامر هو حيث هو يقول بان احنا كنخرجوا اسرار العائلة. احنا ولا مرة كنا نخرجوا اسرار العائلة. وكنا ديما سنبقوا غفل غفل الكواليس اسنو. ممشيتوا البوليس. مم. هو ملتحقش عندكم البوليس مجاش. هو فعلا التحق. هو هو فعلا مشا معنا. هو مشا معنا. وخاك كان تراف ده يطلع. احنا ما بغيناش يطلع. ما بغيناش نصلول هاد الشي. ولكن شنو تيقول هو. هو بالعكس. هو. هو انا اللي خلاني اني نتكلم بزاف. هو الاختشي كله اللي واقع. حلا ما كنتشي حاجة. كيبقى غا ساكت. كيشوف فين احنا طالعين. شكولي فيدويك. واغلبية صارحة كدوي الزوجة ديالوي اللي كتتكلم بزاف. اخ. من مورها. دراتوا الاجراء مع الامن. طبعية الحال عرفوا بانه امر عائلي. نقاش. شو اللي يقع من بعد. في عنا منين عارفوني قاش اختي انا واختيها بطنا قينا كينا نفكر غير الام ديالي كيفاش ما يوصلوش له الخبر. لان احنا كما كيقولنا الطبعي بلا بغيتوا توصلوا لها شي حاجة عارفوا كيفاش وصلوا لها لها. مو ما كانش فراسها. عبطنا انا واختي بعدها من من ديك الدائرة. انا محلة التليفون محلة التليفون. تنقل في المواقع التواصل الاجتماعي يطلع ليا ذاك الخبر دي الان سنشكر والدية فقط. يعني كتخرج اسراء العائلة هي الاولى ماشي احنا. ودالي الركين. رايلا رجعوا الناس للسطوريات غادي يشوفوا كل شي. مشينا انا واختي بحالة ما كيمتشي حاجة عادي جدا. ما قلتوا لالاموات. وقلت لها الموين ما خساش وصل لها الخبار. نعم. غادي يمشوا عند العائلة ديالنا غا نجمعوه غا نشوفوا كيفاش غا نفكر ونوصلوها الواليدة. ذاك شي في اللي كين. تصنب الام ديالنا قلنا لها امويرا انتي احنا رمشينا عند خالتي ودك شي على اساس راكين واحد موضوع ما بغناش نقوله لا قاعد فكرة. تاجات. ولكن القلب دي الام كونه على ياقين شي يحس. وانا اشهده على ما اقول يعني كان كنتكلم بصدق. حساد بشي حاجة مشي ايدي. الوقت اللي احنا قلسنا وقلسنا باش نتحاور و باش نتفكر و كيفاش نوصل و لا قناب حالة السيدة ام ديالنا مسكينا واجدة يعني بلا ما تقولي الموضوع. موضوع قاتك انا عارف بلا ما تقولوا لي عاو تاني دير شي حاجة. عاو تاني خرج بشي خرجاء عاو تاني. لانا احنا نولفنا بالطبيعة ديالو ودي واحد لمدة ست سنين من مصر اللي انا ولينا كان دي مدق الصدمات. كنا مولفين امو مجدين اللي اهم. فمتيني يا اتشي اللي كين. شو اللي غير قابل. فعنان واحد البقاء هو ما جاش. هو ما جات قريبا تالليل. وقت لي جاب الليل. عارق لك فينا يا امو. يعني جاف نفس النار ولا جاف نفس النار ولا جاف نفس النار. وجاب الليل. عاية الاختي ديالي قات ليه لأم ديالي راكينا عند هاشنو فين كينا. اجا هو يا اجا. كنا شي. زعني بحلا ما كين تشي حاجة وقعات بحلا والو. ادشي يعني اللي كان هدراو فيه احنا كامنين بوليس وكده عنده عادي. احنا الخرجة اللولة هادي. هو من مراكينا خرجة تانية. وجه النداء الوزير الصحة. بانه كي يعاني فتاك المرض. من يجال عندكم من الدار. ش ندرت شو معانتوما? هو فعلا. افتحتوش معاه باب اخر. حاولتش ندو الامور باللاتية احسان. بشو معاه الطبيب. هو ديك الوقت يعني فاش كان جا عدنا الدار. كان جاق. وكان جاق باك مما باتش معانا بالدار. يعني تلغد لي. جاق يخضى بعض المعلومات حيث احسوه يوصل مع الام ديالنا لنحنا لا تشي. قل يخضي غير المعلومات واكي يمشي. اجل قل الام ديالي قتليه فين غادا. احنا قاسي لعائلة مجموعة. قل قل لدي انا انا رغض نشرب الدواء. نحن قدى عادينا على اساس الدواء قلت له هو ام مرايد. ما نحاولوش نخلي ومشي يشرب انتك انتفاجئوا بأنه يخرج عودتاني بواحد تصريح دي الوزير دي الوزير الوقت اللي يخرج به هو تكلم ديك الساعة في ذاك المنبر إعلامي على المرض دياله و بأنه كان يجري و ذاك شي في ذاك الفترة هي فاش غاي يخرج الله يجازيه بالخير كنشكره من هذا المنبر لوزير السحة فمسيني و كنشكره الأطباء اللي كانوا يوقفوا معاه هو خرج من ذاك تصريح خرج جاعدنا الدار الغدليبات معانا الوقت اللي بات معانا هنا كانوا عندي انا واحد شوية دي ايشكاليات انوية كان قول لي اخويا حاول حاول تفقيت تليفون دياله حاول ترتاح تعني كان ديما كان بغي نوزه و لكن ديما كان لقى عراقي يعني هو ما تيتقبلك ش أنت تنصح تقول لي فهمت لنا أنا عارفت على ما تيتقبلني ش أنت نصحوا لأنه كان عندي واحد كان عندي واحد اتصال قديم مع المناجر لا نتكلمش مع الزوجة ديابا هنتكلم معك كلمة مناجر الوقت اللي كنت أنا كان عارف كغي مناجر أمان الزوجة يلا يلا عرفتها غدا حالي بحال الناس يعني غاها هذا العام كان واحد اتصال بقي نعقل تصلت بها هي مباشرة كان عندهم واحد لان تيرفيو في واحد هذا البرنامج مخيش نذكر الاسم دياله أنا كأخ يعني ولا كفان ولا كيبغم كيف ما بغت تحسبها إياه ولا هو ما مصيفة عامة قلت لي قلت لي ها أنتي شوفي الأخ ديالي رغي يدوز في هذا البرنامج حيث أنا عارف شخصياتي اسم محمد وكيفش كتكلام وكيفش قلت لي وجه هاتش كله اللي قلت ليك أنا حاول انتي توصلي ليه بطريقتك كان أدرغي عن النصائح فقط عاديك الفترة أنا فجأة بلغة ترجع ليه قلت ليه قلت ليه كان ممكن اتصال اللي تصلت بك أنا ما تقوليش ليه وصلي لي انتي هذه المعلومات بطريقتك كيف يفهمك انتي كتر ما يفهمني أنا ربما ويمكنت شي اللي صيفتي لي انت بعد ما تقبلوش هو ما تقبلوش وجهت تصل بالواليدة ديك ساعة ولكن انا واحد النقطة اللي بغيت نشير لها أنا لاتكلمت ترى عارفيني ما تشي تقول الناس يعرفون الناس يحس غير الناس اللي قرب ليه بالدات هم اللي تعرفوا هاد الموضوع ديال شهرين وانا ما تنشوفش النعاس علاق بالخوية مولي عارفي الحقيقة ما زال الناس الاغلبية ما عارفينش الواقع اللي هو واقع فهمتي النقطة الوحيدة اللي كنزيد نأكد عليها هي علش انا مني قلت ليك وصيتك انه هاد المكالمة تبقى بيني وبينك ووصلي هالي انا كتكلمش معك كزوجة لو كنتي زوجة ديك الفترة انا ما عنديش حق نتصل بك فهمشيني انا نتصلش بك كاما ناجر الخرجة اللي كان دا الفيديو على الوزير ديك ساعة فعلا جاد نحنا للدار الوقت اللي جادنا للدار جابه شي بات معنا ريحنا معه وكل شي ودك شي جاء اتصال بانه خصي مشي ديك ساعة السبيطار فعلا ومبغانيش انا مشي معه بصراحة بقيت كل حالي قالت لي امو يمشي معك انا قال لي كلا ممشي معه تشي واحد احنا عرفنا جاء واحد اتصال وحد اخر بغا خصي يمشي معه من حقه ولكن في ذاك الفترة اللي بيليل وذاك شي ما خطيش نخلي خوية اخر شبه ممشيش معه الوقت اللي ممشيش معه السبيطار فعلا فاش دخلنا اعوتاني واحد الحاجة اللي نجاتني شوية فشكل كيفاش تلوطائق ديالو اللي غدل بانهو سميت ومحمد ما عندوش في جيبه ولا نطلبوه مننا الناس وفعلا بطاقة الوطنية ديالو الشخصية طلبوها منو بحكمهو ديك ساعة محمد وذاك شي بمساك الناس تتعاملوا معانا وذاك شي دخلنا السبيطار دخلنا بقينا كم نشوفوا ديك الاجراءات اللي خصومي يداروا معاه الحمدلله خرجوا التحاليك كاملين ما عندو اتشي حاجة عضوية اللي غدل بانهو مرات امتيني وعندي الدليل والبرهان كامل هذا الشي كذلك انا حاولت نستفسر عليهم جموعة من النقاط باشرحتي معي القصة عادي تساعدني بسؤال جواب تمني ابتو بي الاتصال حاولت نبحث في الموضوع اكتر وهو طبعا يكعال في الاخير لهو الحق في الجواب وفتاقل يجيبو الاستيماع للطرافين السؤال انكم درتوا باديل اخرى بالعلاقات انو الشيطبي بتطوى معكم جاء انكم الرباط تلا هنا باشتهوا يقلبوه ويشوف يطمئن علي وصيحوا ولهذا الشكيم فعلان هذا الكلام نشكرهم بعدها من هذا المينبرة انو كينو الناس الحمدلله اللي كانت يقو فيهم بعض الخطرات وكينو الناس يعاونونا بصفة عامة يكتصلنا بالناس قالوا لي اخي سكتمشي لواحد لو طيل باش اخوك تجيبوه ونشوفوا الحالة الصحية جاء فعلان الله نشكره هو من هذا المنبر الله يرحمني الوالدين جاء بغيكتشفوا يعني بغيكتشف عليه شنو عندو اذاك شيء ما عندوشش ورقة اللي تتدل بانهو مريض فينا متحالي الواحد سيد عارفيني انا غادي انتديه وكان عندنا ديك الساعة عارفيني انا غادي انتديه باش يتعالج خاص الوطائق تدلوا بانهو مريض هذي هذا الحق ما عندناش سواء لا على مستوى المستفى بالنرشد اللي كان فيه والحضور ديلك انت ولا هالطبيب ولا خطوات اخرى واش قدرتو تعرفو تشخيص المرض ديالو نعم ام لا انا بحكم ماشياني المكلف لي بالاوراق ديالو الزوجة ديالو حيث هو ما مريحش معناك يقلنا ما 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 معطانا تشي حاجة اللي تدل بانهو بانهو مريض غير انا بدوك يراوضوني هنا وحشوي دي الشكوك تنقول كيف احنا كنجريو معاه فالشي دي المرضو ما تنبانوش والوراق ديالو اللي تدل بانهو مريض ما عندناش حيث كان دائما وانا الرفض احنا كنا كنا بغوند واحد خطوة نديروها ما تخليوناش نديروها اشنا يا 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 مني كتطلب من امي باش يجي يتعالج عندنا ما كيخليوناش كيقول لك لا مني كنا احاول ونديرو واحد الخطوة اخرى لا دائما كين ذاك الرفض ذاك الرفض هو اللي خلاهنا بدون نحطو ذاك الشكوك علاش هذا هو اللي بغيت الناس انا يفهموه وكذلك اعتقد انه بغيت تطرح معي تمسألة اخرى كتعلق بواحد الخرجة اللي خرجوه بانهم هو ونساب ديالو اللي يساعدوه والعائلة ديالو تخلات عليه فعلا كانوا خرجوه وكانوا دائما سباقين خروج اسراء العائلة ماشي احنا بس نصح عليهم المعلومات ماشي احنا اللي كنا خارجين لا ما نتكلمش انا على اسراء فهم ما هي السؤال انا جاوبني السؤال بشكل مدقاك انت قلت لي انا المتضرر نفسانيان وما تنساش انت توأم وخلي نكمل السؤال الى كان ممكن باشي الرأي العام يتبع معنا امور انا حسب بعض الامور اللي قلتين اللي كيضره هو تيضرك انت انا معك اللي كيهمنا هو الرأي العام يستوى من الامور كما يجيب السؤال اللي بغيت تجاوبني عليه هو هاد سؤال الاخير انت ما عندكم وتائق ما عندكم تحاجة ولكن كينا واحد الخرجة انت اللي قد تجاوبني عليها سمعتوه بانه يقولوا بلا العائلة ديالو تخلت عليه يعني انت عكس الكلام اللي قلت لي العكس تماما هو ما عطاكمش ما عطاكمش الفرصة انكم تكونوا مسايدين معاه في ضرفية الحالية بالعكس احنا حاولنا بجميع شتى الطرق باش نحاول نعاون اخونا ولكن للأسف كنقوله نعاون نقوله كان دائما الرفض لماذا كان الرفض باش ما نعرفوش الحقيقة دي الاخ ديالنش نتضره واخحنا كنا حاسين واحد الفطراء من هذا المراحل اللي دووزنا رغي لخصناه من الناس كان يمزاب دووزنا ما بغناش ندخله في التفاصيل ديالو ودرنا محاولات باش نعالجو مشينا يعني دائما كان ذلك الاتصال ديال الرفض ركتك يتتافق معك وكان كي يجي بعض خطرات عند ام ديالي تتتافق وك غدا بإذن الله غامشي معاكم في الصباح وكونوا هانين وكده وكان نتصلوا بالطبيب نتصلوا بجميع الناس اللي بغاوا يعاونوه يعني في هذا المجال والأفضئيات وحاجة وفي الاخير كي يجيك الغدله نين كيمشي وكرجع كي يقول لك لا 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 ما 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 خرج ديالي يبقى 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 يتمتم وش كتحس بي ده هو مضغوط؟ انا حس بي انا لقلت شي حاجة اخويا هذاك واخويا دائما كنقول لي انا تنبغي لك الخير حس ديك الكلمة اللي قال انني ما نفاهمش معاه بالعكس انا ما نفاهمش معك انا ما نفاهمش معك اف واحد الحاجة انا وياك دوزنا الحارة الحلوة خرجنا من كرش وحدة تربينا في دار وحدة عند عائلة وحدة عند ناس كام منك يعرفون كي تزئو السنوية كذلك الحكم ديك الحنا تواهم ولكن الكلمة اللي قلتي بانني مفاهمش معك هناك انو انا تنصح عليك ايا فعلا انا غنقول لك علاش انا كان عندي واحد طريق ديالي واحدة منهاجية كمشي عليها كتخرجني وانت كانت عندك واحد طريق واحدة منهاجية ربما يدابرها مخرجيك غير انا كنحاول نساعدك فقط شي حاجة اخرى ما كنقدرش نديرها شكرا لك اعطتيني مجموعة من نقاط في الموضوع مشاهدين الكرام بقى عندي الموضوع الثاني مع الام الوليدار انت وما ملك نزدير الدنيا هنسوا اللي اللي بغيت نسولك انتبارك الله كانوا عندك الوليدات كيفاش كبرتيهم كيفاش ضحيتي كيفاش بسم الله في هذا المنبر هذا نسلم على جميع الناس اللي تعرفوني والناس اللي تعرفوني وانتبغد نعود على الحياة اللي ولو عرفها الله تبارك وتعالى عرفها الناس اللي ما كبروا معنا وكبروا ماما الوليدات هذا الوليدات كان الاب ديالهم الله يوالي برحمة الله راجل يعني كنقول بلدي راجل النصري كان تربية دياله أحسن تربية لانا لا هو السعلمات الوليد انتكلفت بالمسائل ديال هاد الولاد كلهم بالعمل ديالي وبالخدمة ديالي وبكل شيء يعني ما ما نبغي لهم نبغي أن توقع لي شيء حاجة ولا دياله ولا في الرياضة ديالهم ولا في العمل ديالهم ولا في كل شيء ثانيا عند الوليدات أغلب كل شيء كان عندي كيف كيف ولكن محمد كان عنده طبيعة صحيبة جدا كان صغير في الرياضة دياله كان بليب والفن باش بدا تعلم لي عنده تقريبا من تصف بـ 14 أو 15 انا ادت ضد هذه الفكرة للصف لأن عرفت غيرا باستقريبا عنده وضباب الله عنده وحده اللي قلت لي كي تيق بك أنا أقول الحقيقة الجمهور والحقيقة دي الأم لما فيها لكذوب ولا تشي حاجة بزاه الله تبارك وتعالى وسيدنا محمد باش الناس تيق بهذه الأم لي هي ولا تتعير ولا تتسب وصبرت وصبرت على حقي وكنت نطلب الله ليلا ونهارا وما كن نعش وكنت نذكر الله سبحان الله وكنت نذكره العالم كله هو اللي تحكم علينا باش يبلي الحقيق ديالي ودابا جاد ساعة الحقيقة باش يشوفوني وشوفني الله تبارك وتعالى والزمهور والعائلة ديالي حتى يتنشكرها اللي يضحات معي ليلا ونهارا مؤخرا مع هاد الولد ديالي هاد الولد ديالي كان أرفع ولد لهو ولا أخوته أنا ما كان فرش عندي كي محمد وأنه أخب معي عنديم كل شيء لبناث والوصف وحك ما هي رحلة حيثrikين المبناء وحن تتعود على هاد الوصف حيثث ديالي هاد الوصف كنت تعرف أنك الطوام جيدة الوصف يوضح الأدوان معهم البنات هو عنده البنات ستات البنات عني تخلع نهار الله تبارك وتعالى بغي في الرجع لي دعيت واحد دروا من عند الله سبحان الله هو انا بلي يبدكر الله بزاف وتنقول يا ربي ضاع لي الاب ديالي شاهد انا بنت شاهد بنت مقويب وتنقول يا ربي اعطيني الاب ديالي وعطيني الاخ ديالي اللي هو في العود للاب ديالي احمد ومحمد وفعل الله تبارك وتعالى نشكره 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 نقول الله مالك الحمد مئات الف مرة نحمد الله ونشكره لان في المتن الدعاء الله سبحان الله كتستجب دعاء ديالي قلت يا ربي اعطيني احمد ومحمد اعطيني احمد ومحمد اهد الولاد كيفاش تزادو الاب ديالهم كيفاش ما شكته فرحه، استثلوا انتظاروهم في الج dewشت الولاد عنده مقوت هم الاب ديالهم و البنت ديالي انا ولكن التربية ديالهم وخاة كان تصعيب جدا ماشي صعيبة، ناشاد و الخير ما اعرفناش ما اندخل علينا لم يكن أعرف ما نتقل علينا هذا جاء واحد من اسمته واحد العليم من جمع الحمرة ومي الله بقين صغورين العائلة والذوم شديد تطولها وقال له هذا سيخرج بارك الله وهذا سيخرج مخنطر وفعلا 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 هذا النقاش الذي يتناقشه لأنه يكون حار وفعلا 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 ولكن أنا أخو كنت تحب أن أحببهم لا يقول لي بجأن أعرف هم وقد تنقشوا وأحبون تتنقشو وتعودي تصالحو ولكن دبنا هاد الشي اللي وقع من اللي كبرو من اللي مثلا وقع هاد الشي لسي محمد ولا تيقول هو من هاد المنبر انا شهادة الله يعني نقول الحقيقة معمرو كان معقوب حلاقة كان شي تيموت على شي ولكن باش يقول هو من اللي كان صغير من اللي كان صغير كان ما تيحملش هادي اول مرة مرضاتني مرضاتني ومرضاتني بهذا الكلمة والدي تيقول علاقو راه ما تفهمناش ما عمر كان هاد الشي والدي ما عمرني ما عممني سمعته في حياتي لأول مرة كيفاش تيقول الخو بحلقه هم مقوطة ما حاولتيش ندوي معا تيسري الامور تقولي لي هاودي انت تبارك الله دبط عرفتي تشهرتي شوية تصلح الامور مع الاخ تسلكوا الامور احتى واحد الحاجة اللي قال لي دي لدك الجواج قال لي انتي ما كنتش عارفة مني عرفت انتي من بعد ماذا نقول لك ماشي كي تخاص ماشي مخاص مخيبة اه بحلو كان يقاش تكبرو ما تتصغير صغيراني عندي الدكرياد ديالهم عندي حجزهم من لي اللي اللي طاحوا من كل شي الى اليوم انا هادا عمارφο هم يقدرهم كان وهدا و هده كان ميدانه Thirty ميدانه هده شي شي کولك مكان طعب Anno هذا هدا كان قواريه وهدا كنقول وقضان كان قى خف على ال recently كتاب 네 Brisbane syune bySeab كن تضاوم عندي همئ الشاب والتو체가 اندم يهد انهم يشعرون طي�� cops ولكن الحمدو لله كل شي بいや خير وليس ونحق الغارت كل شي الحمدو الله البنات وللالولاد شدوواEO ماز beverages وهده كل شيء وانهم مشكين låتش دوء trabalhar هادس решил né إن كانت مشكلة فسناً، فأنت بالميدان وكانت فيها العشرة للأصدقات فعرف سيكون ما يعطيها، والأصدقات صعبة لأنهم يريدون أن تتعرض في التعليمات هذا ليس كذلك كذلك إنه صغير يعني كان يتابعني في شيء حتى هو كان يتابعني أنا لدي أولادي كلهم كيف ما سنفرز له محمد ولا أحمد الله شاهد علي ولكن كان يتابعني في شيء المستقبل أنا لم أكن أريد أن أمتلك شيء أريد أن أرى محسن مني وكير مني ما أمر الوالدين تريد أن أولاد يكونوا الوالدين حسن مني هذا كان يتابعني في حضرية الحرفة هو جميع الميدانات قمت بها معه أرى هو يسمعني أقول الحقيقة أقول الحقيقة ولو تبع هذا الأم لمنها رجل منها مرأة لضع الأب وكبرتهم كان يتابعني في الأول ولكن مؤخران لم يتابعني في حضرية ما هو السبب في نظرك أنت لم يتابعني في حضرية ما هو السبب الذي ترى أنت لم يتابعك لم يتابع الأم السبب في الأول وكبرتهم كان يتابعني وكبرتهم 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 أنت لم يتابعنا وكبرتهم ليستماعنا وكبرتهم يتابعنا أنت تمنى أن وياه انشاء الله وكنت تمنى أن فهذا الكلام من ذلك يدخل محمد فانت صغرته وانتظره وكانت يريدون محمد لكن انا كنت اراها من قلب ديالله اللي علمه لانا ام وانتظر ان الولد لم يكن اقرأه محمد فانتظر بشكل طبيعي عمر محمد كان يسمع سبانه المعيار في أمه وعائله ويسكت قاعد لي شبت لي أمو و أخوته ويهرب منهم صافي ما يبقى يدو بقام إلا دارة الأيام الحمد لله اللي يدورها دارة الأيام ودارة الأيام ودارة الأيام ودارة الأيام أنا لم أقل إليه، كنت صلي ثلاثي وكنت طلب الله باركة تعالى الله هدى مخلق ما أقل إليه؟ يعني الرسالة واضحة الرسالة ديالك واضحة من ينشق عليك تغيرة الأمور من ينشق عليك تغيرة الأمور من ينشق عليك تغيرة الأمور قام بأسرع ما يسمع الكلمات التي يقولونها لصالحه أنا أريد أن أرى هو أم محمد شي حاجق أي أم تبغي أن يكون محزن منه أي أم تبغي أي والدين يكون محزن منه محمد كان ولكن لم أقرأ من أن يسمع هذا الأم في والدي في الام ديالي هي نهار اللي مشال اكس فاكتر تقولولي يا عباد الله تقولولي الناس عن من جيتي يقولولي انا جيت علاق بالام ديالي ما غنقوش لي ما غنقوش ليك مكنش مزيان معايا فعلا ولكن غادي نعدرو غادي نعدرو وغادي نعدرو احنا غادي خلصنا الله تبارك وتعالى على النية دينا الصالحة لمن فعلنا ولا من عملنا ولا من عند ولدنا اللي ربينا من طربية احسن طربية وربنا هم وضحينا معاهم وصهرنا معاهم واد الامت صارت ليالي ارى الناس كينتظروني وتعارفوني اللي يالي باش محمد وحمد والبنيات الاخرين يكونوا على خير وبك الوكيل الحمد ولله كل شيء شد بلا صدق انا كان حسب راسي ما عنديش نسب كل صراحة كل صراحة قدام العلام نسب لي والدي معايا اربعات سنوات ومزوج لا يسهل علي احنا مش يشغلنا انا معاي ليلا ونهارا صباح وعشي يام قابله ومزوج بلا طابع الوالدين تيجيتي يقول يامي ديكرا لمناجر ديالي تنقول لي شغلك هذا الامر ديالك ما ندخلش في عنا ولكن مني تكون هاد الام ضحات وبقا نقول ضحات وضحات 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 في حياته وضحات شبابها وضحات في كل شيء يجيبنا دمحتال الخر وميجدش طبع ديال الوالدين لماذا؟ وهد الناس هد الناس اللي هو والدي عندهم ستشهر لا تمنتشهر رجوا عندي للدار وقالوا لي انا امت المناجر استقبلتها احسن استقبل ثلاثات المرات هد الوالدين عمي الله وفرحت وسعدت قلت هد الوالدين تخرجت لي واحد تقريبا هدي شي عام ولا شي حاجات كيفش يحس بنادم مني يجي الوالد وانتي مفرسك شو قدسق بليه والناس حلفوا في داري ويجيوا بيخير وعلى خير وهم مره دار بين ومكاتبين ومصالين ومجوجين ومفضطين له وماذا منقر كيف ستدير هاد الام كيف ستدير هاد الام كيف ستدير هاد الام كيف ستدير هاد الام وكيف ستدير ديالاه وخلت عمر الله تنهار تزيل حقيقة هذا هو حس الكلام عندي لك طلب واحد كيف بقى الكبده ديالك إذا لم ادعي معاشي يدعوه ديال الخير يا عرب ما بقي عندي لدراء تفضلي يا مون لا توم الكنز أنا كيف ستدير كيف ستدير كيف ستدير كيف ستدير إذا كان هناك غيوبة من اسمته امرد من اسمه دردر لديه كان ينهار تدير لم يكن يحرشوني أمامي أنا كنت تحكم في كل شيء. أنا كلمتي يجلي كيدا مع أولادي. وخام جوزين. الله يسهل عليهم. الله يعاونون. الله يكمل عليهم. ولكن هذا الولد ما يتهموش بأنه هو. يضغط على الأم. لا يضغط. الله شاهد عليها. والله شاهد عليها. إلا أنا كنت مريضة. مريضة من ناحية محمد. وهذا مرت جابه الله ليه وليه. نحمد الله ونشكره. هذا ابتلاء. هذا ابتلاء دي الله. يدرنا تجريبه. ولكن أنا صبرت فيه. حتى وصلت. لسي يوسف. وصلت الأخ والولاد. اللي جا عندي. وحبيته جا عندي. لحقاش. على المعقول دياله. وعلى التسيير دياله. لا هو ولا الأخ اللي معاه. وعلى الإقوان اللي بحلوة. أنا أراد يعليهم. أنا أراد يعلم غربك. من اللي متابعيني. واللي مسنديني من. من النجاح ديالولدي. من اللي واللي أنا. ننتهير ونتسب. وولدي مريض. ودار عملية. كانوا تمت من يقولون الله. ننتهير ولم يكون هنا. ومجردوني من صورها ولا حواليها. مجردون من الحكومة. من الصور وشب تقريبون. معهم في حالي. لقد أردو تلك اللي. اللهم هذا منقر. واشهد نفس الناس كيف لا يعقل. داخله. معهم لديهم. ودخلوه ومعالواجب بلا وليدين بلا طبع أشنو الطبع؟ أشنو الطبع ديال الوالدين؟ أشنوه؟ هو الكنز هو الرضا هو الكنز هو الرضا مالي مرض؟ ما مرض عندي؟ مرض عن نسابه الدول عن طبيب مقلافين داو جاء عندنا احنا دينا عن طبيب تيقول لك ما عنده ولو التحليل مزيانين قلت يمزيانين المشكلة اللي تعاني منه هو من اللي جاء لك ما تصبليون تعاني من البطن ديالو والحريق وعاودنا عاوداني الدينة والداو هو ما نسابه في الأخرية خرج كل شي على خير و بخير دا بالمشكلة اللي عند ولدي تعاني من البطن ديالو أرى ما عايش معايا الماكلة ما تياكلها شعندي ما تحاجه يشوف هو فينا بلاسة و فينا بلاسة كالو و فينا بلاسة كل شي مليجة و من سبليون لا 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 المهم الثاني عاوداني هذا الولد هذا أس محمد اللهم تعالي يهديك وهدي أمة محمد و تقول لك و تقول لك و تقول لك و تقول لك هذا الناس هم اللي عاونوني باش عاونوك هاد الناس و هم اللي يكبروك و هم اللي يقرروك و هم اللي يوصلوك تبصلت سبعة و ثلاثة سنة يلا و اللي تي عندهم ستشهور هدي مرطي ما عندي مان ديرليك شوف انت راسك فينا بلاسات تاكل أنا كنعلم الله شوف فينا بلاسات تاكل و كنعلم الله تبارك و تعالى هو اللي غادي يقدر بي و يقدر بك و أخوتك تقول بأنه ما عاونوك من لي مشيت الميصر و جيتي عامونس شكل يدخل مبينك و بين أخوتك حتى أرغبتهم و طلبتهم تقول كيفاش مشى عامونس مدر ولو مدرت حاجة و جيتي عندي في هذه الفلاصة اللي أنا قلتها أربي الشهد عليها و قلت لي يا أمي عافك نتاويها نتافق نتاويها عافك الله يرحم الوالديني الأخ ديالي اللي هي مكفوفة تبارك الله و كان ندعي معها في هذالي والدة ثلاثة الولدات بقير على خير و مشيت لهي اللولة قلت لي يا أمي و أخاه يعني ما دار في حياته ولو مؤخرا هذير ثلاثة الولدات علوه شه الله و الدم غادي نعاونوه و عاونت أختون أستاذة أعطاته تاهية اللي يكتب الله و جمعه شمال ديالو أنا بغيت من عندك نداء ديالك بكلام طيب للأم ليه ما دعاء بغيتك تدعي معه بغيتك تدعي معه بغيتك تدعي معه بغيتك تدعي مع أمت محمد و لو تغيرت و باقة مغيرها في القد يالي الله شاهد عليها على الماصر اللي بغيته بغيتك تدعي معه بغيتك تدعي معه بغيتك تدعي معه الله يهديه مهمتي الله يطون أمرك والله يسترك يا ربي مشاهدين الكرام الأم تتكلم بحرقة لأنه هذا الابن بطبيعة الحال بقى عندي شق أخير شيء إضافة إذا بغيت يضيفة باش نختم الموضوع فهمناه جوبتي في الأجوبة الأولى بقيت عندك شيء إضافة مرحبا عندي واحد واحد الكلام كانوا يقولون الناس بأنني أنا كن وجلتها من الزوجة دياله أنا ما كن وجلتها من تشي واحد مباشر مع مني وجلتها تبغي نقول الأخ ديالي أنا هاد القادية ديال أنا نتوام أنا وياك تمنيتك وما كتش كتش بعلية عارف علاش لأنني ذلك شيء ذلك المشاكل كامل كانوا يقعوا لك في ميصر دائماً أنا كنحس بضع الدرار الضرر اللي كتك نحس به مني كنكون غادي أنا في الطريق كنحس به ديمة يضرني كتدير شي حاجة زوينة كنخرج وكنكون مرتاح الأغلبية كتك تدير غيش يحوي جني مخسمش يداره مش مشكلة كتك تبقى خويق وكتلك كامس لك العوضر ديالك سأقول لك سير دخل لجوجل وما سير دخل لجوجل وقل بأن دخل لجوجل أرا غادي غادي تلقى الجواب ما غا نقول لك تشي حاجة أخرى يعني مسألة توام ما غادي يجاوبك ما غا نجاوبكش أنا أنا أخ غادي نبغي لك ديما نخيل علميا صحيحة كي تقاربوا بزاف توام فاعلان غادي نبغي لك غا الخير علاش حين تكتبقى في الأخر خوه أخويا شكرا لك كن شكرك بزاف مهمتين الله يطول عمرك يا ربي مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا مجموعة من النقطة لطرحتها العائلة السؤال المطروح هو العائلة كان عندها صمت في مجموعة من الخارجات للطرف الثاني خرجها طبيعة حال وصرح بها حقائق متيرة في الموضوع هنا باش نبقوا في القانون ويبقى عندنا الحق أننا نستمعوا للطرف الثاني فانا كنوجي لين نداء وتنقول لي احنا نراه الإشارة ممكن تواصل معانا في فيسبوك بطبيعة الحال باللغة العربية مكتوبة جريدة مغارب نيوز فيها 06-69-40-40-70 06-69-40-40-70 نحن نراه الإشارة التعقيب إذا تبين عكس هذا الكلام لك الحق في الجواب مشاهدين الكرام مجموعة من نقط درجناها التي تبين لحقيقة أكثر ما يهمنا هو إيصال الرسائل إلى من يهمهم الأمر الطرف الثاني خرج بصريح أمور الطرف اللي هو نحن معاه الآن يجيب بطريقة سليسة وبطريقة مبسطة ومن يجيب هو الأخ لهوتوام والأم مشاهدين الكرام التعليق المواطن شكرا لكم